مجاهدين أهلا بكم من جديد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية وأوضح المركز أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين وأضف أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد وأعمال البر وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة